يقول كيف يمكن أن نهدي الأعمال لإمام زماننا تقوم بأعمال صالحة وتنوي أنية للإمام أو تصدق عن الإمام وعن سلامة الإمام تذبح زبيحة وتوزع لحمها على الفقراء صدقة عن حيات صاحب الأمر تصلي ركعتين هدية لصاحب الأمر تدعو أو كل أعمالك المستعبة تهديها لصاحب الأمر طبعا لا ينقص من عملك شيء يزداد سواب عملك وأيضا ربطت نفسك بالإمام لابد أن نبقى مرتبطين تفتح عينك في الصباح وأنت تذكر الإمام وتغلق عينيك وأنت تذكر الإمام هو إمام زمانك هو الذي يحاسبك يوم القيامة يوم أن أتي كل أناس بإمامهم إمام الزمان يعني إمام علي وصحيفة أعمالنا تعرض عليه وهذا وارث الروايات والأحاديث والآيات القرآنية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر على من تنزل تنزل على النبي حينما يكون حيا وتنزل على الإمام حينما يكون سواء كان ظاهرا أو كان مستورا فإذن أعمالك تعرض عليه خاول أن تكون أعمالك صحيحة وسليمة أعمالك صحيحة وسليمة أعمالك صحيحة وسليمة ệt